ازايكو في حلقة جديدة من في اخر حلقة في الكون اخر حلقة بصل يس من برناميكو المفضل الزبادي من عند شادي اخر حلقة بصل اخر حلقة سمك اخر حلقة مسلسل لا لا ازايكو في حلقة جديدة من برناميكو المفضل الزبادي من عند شادي انا زبادي انا شادي وانا من عنده زبادي من عند شادي برنامج بينقش ستات البيوت اللي هما كنت بتعجيل انت حتدخل ستات في الموضوع مش عرف ليه بس كمل ما هو لازم بيخش في كل حاجة عشان حقهم 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 هل تشعر المزيد انت نحن يشعر ان انا عايز عايز اتكلم عن عن فكرة برنامج زبادي من عند شادي احطا لدي نفسي فيه هو عبرة برنامج بكل مرة هو بيعملش رفيوز غير زبادي من عند شادي هو بيعمل كذا زبادي ويقرنهم لو بيجيب من عند شادي دايما بص هو شادي زبط شرطة بتقاعد مراته مراته ملعب بس مش قوي مراته ايه ملعب يعني ملعب ملعب اللي هي بتاع التلعب يعني ايه بتفلرت يعني بتفلرت مع السباك مثلا مع الطب انا اول مرة اسمع الورب بالشكل داي مش مشكلة ملعب انت فيه حاجات كتير اوي اول مرة تسمعها زي ساتور ساتول الكترس اقول ساتول فامراته ملعب فهو بيبقى حسن انه هو تمام اشتا يعني انا اسمي شادي فمش فارقالي اوي وهو واسك من نفسه بس مش اوي فامراته بتاع تطبخ زبادي كتير اوي لان هذه الطريقة اللي بتعيش فيها through the midlife crisis بتاعيتها نهاية ما تخنوش يعني هوات لما بتبتدي الحاجات دي بتبعي عارف نهايتها ايه ولا لا نهاية طبعا اوكي ليه بعمل دوبة ورابط زيك فاكرني ايه الرجل بيركب انا بيب البتجز انا قلت انا بيب البتجز وده اين سايت ان انا بفكر ازاي دوبان ورد آسوسييييشن بس فهو ببقى في واحد بيروح يرفيو الزبادي ان كلما الزبادي بيبتدي طعمه يحلوه معناها ان هي أشيس ان هي تخون شادي انا يا باك ستوري دي كلها عشان كده نهارده زبادي جامد جدا يا جماعة فاضل حلقتين عايز تتكلم عن ايه طيب صفر كوميديا عايز اقول الاول ان انا جيمي اه صح انا فاروق واحنا بناكل زبادي في كوالا صامتش بوكاست كيو ميوزيك عايز اتكلم عن ايه عايز اتكلم عن لما رحنا لما عرضنا الفيلم بتاعك في الشلتر اه ينهارا بيد ادي انا كنت مبسوط بالزيادة اه الفيلم مش احلى حاجة شفتها في حياتي يعني اي دي دن سي it coming خرص ابي دائما من الناس اللي هما اما يكلموا مع وحد يعرفوه hochصاحبهم مثلا ويبقوا truthful اوي يبقوا انا بحب الكذب او انا بحب الكذب بس اللي هو لو حاجة مش حلوة قوي قول عادي مش ستيلي ما عجبتنيش انا الصراحة بس انا فاهمة هي ليه عجبت الناس انا بعمل كده عم مثلا لا انا ممكن اقول حلوة عادي انا ممكن اقول حلوة مش ستيلي لان ده it's translated اللي وحش ممكن لا يعني انا لما مسلا علاء او هريدي بيقولي لي انا مش فاهمة مش ريليتي بالنسبة لي عشان بساعد تبقى حاجات من الحاجات التريندينج المصري مش بفهمها بس ببقى فاهم فين الكوميدي اللي فيها فبقى لهم بس i get it i won't laugh بس i get it معنين ايه انا بحب انا طيب زي ما انت شفت مثلا في موقف الكنافة ده في موقف الكنافة ده ده هيفضل حاجة كده محدش يعرفها خلص عجبني موقف الكنافة ده ان انت you registered it خلاص ان انت طيب اه خلاص لا لا انا ما بحبش هزع على البني ادمين ايو ايو يعني ما بحبش مسلا لما ويتر في مطعم يجي لك اخبر الاكل ايه فاندي ما انت تقول له قامش ستيلي ان ده 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 ان ده ايه بس افرد لقيت حاجة فعلا سيئة في الاكل يعني حاجة افرد لقيت كتلة شعر مش شعراية افرد لقيت كتلة شعر في الشربة بتاعتك بعد اما خلصتها ايه بلو ممكن تشوف القطة اللي بيطبخ عندكم يبطل لكم حاش عارف مياو 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 ده اللي بيعمل مياو مياو دايما بيعمل بيعمل في كل جملة بيقول مياو 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 ولا باش احنا اعزفين والله مياو 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 هو بيقفل ايه بس اجد الفيلم خطير I didn't expected الفكرة ان انت لما كنت ورعتني قط زمان قوي كتلة قوالتي what you'd expect من حد بيعمل amateur documentary بس لما شفت المرة وكمان على بوجيكتر عادي حتى مش على شاشة مش على شاشة اكتشلي على بوجيكتر كتلة قوالتي حلوة اوي بعيدا عن الكنتنت يعني اذا كانت مبسوط اوي تريد سرد الكصة كلها مع الانترفيز وكده كتلة حلوة اوي ايه اللي مش عالف عن الكاركة ايه فانت مش مهتم بالله احنا بنقوله من الاول فليه بتسمع اصلا الانتكومنتر بتعفره اللي بيكاركة على stand up comedy في مصر في مصر ايه فانا انا نفسي اتبسط اوي ومبسوط ان الناس were engaging يعني الناس في شلتر في شراف واد كانوا engaging اوي وبيتحكوا في الright moments وزعلنين في الright moments وكل الناس هادية كده وما حدش بيتكلم وما حدش كانت كانت ساعة حلوة كده كانت خمسين ديار احس ان الفيلم دانس قوي انت ايه رأيك الفيلم الفيلم دانس بس انا برضو انا مش عارف اطلع نفسي من حتة ان انا stand up comedian فامش عارف اطلع نفسي ان لو حد مش stand up comedian ما عرفش اي حاجة عن العالم ده هيتفرج على الفيلم ده ويحس بايه هل هيحس اللي هو اذا اي دانت نوع ان هما بيعينوا بالشكل ده ولا اللي هو اجعلن توني مكبرين الموضوع اوي ايو 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 ما عرفش where would people stand بس اي think في النوعين النوعين موجودين ايه بس اما انا ايوز انا دايما ان هو الفيلم تعرض 3 مرات بالنسبة لي ان حد يسقف اخر فيلم دي حاجة كانت موجودة زمان اوي في السينمات مش موجودة في الوقت يعني هي دي حاجة موجودة زمان اوي انه it has to be such a killer film ان الناس بتجلي تسقف بس اي اي هو انه لو الفيلم حالو الناس بتسقف صح؟ بس انا مش فاكر امت اخر مره حضرت فيلم في سينما والناس كانت بتسقف او او بس اي مثلا او بس اي انه تردى مسلا او بس اي لما كلام كابتن امريكا مساك الهامر مسلا مسلا أنا فاهم ان دا بس احنا كمصريين نبطل نسقف كده في جو كده ان احنا فبس It's such a surprise ان كل مرة بقول خلاص ان نهارده الناس مش هتسقف فيسقفوا اكتر من المرة اللي فاتت وتعرض تلات مرات الفيلم فان كل مرة الناس تسقف ده بالنسبة لي It's crazy مش بعرف ليه حتى حقيقة ما بقول الناس مش عارف انتم بيه بتسقفوا I'm being serious دول ناس مش comedians يعني احنا كنا خمسة ستة comedians بقى كله كان ناس تانية يعني كان فيه تلات مرات الفيلم ناس مهمة في في ان فيه حاجة يعني اعجب لي ان فيه ناس بتجو out of their way ان هما يحضروا الحاجات دي just to know stuff about something they don't know في مصدي اوه بيبه مهمة اوه كلمة يعني انا ما بحسش ان انا قادر مثلا اروح دوكيمنتري لو حد مثلا قالي انا عامل دوكيمنتري عن الباليسين في مصر احا يسله مش هتفرق لو انا هشجعكم من بعيد بس انا مش قادر اوه والاستانداب عمتها ان صمعته وحشة يعني في مصر اوه انا مرة وانا انا انا قادت طول قادت سنة في الجيش ففي سنة الجيش كلها انا مش مش بقول لأي حد ان انا استاني كوميديا او ان انا مش ببين شخصيتي الحياة مش بتجنة مش بغير صوتي مش بعمل كاركترز مش بعمل اي حاجة غير معناس معينة ففي اخر يوم خالص كده كان فيه جروب كده من الناس اللي اتصحبتوا معنا يوم هناك فقلت لهم انا استانم كوميديا ومش عارف ايام واحد قال لي دول عالم ساعة وكلكم قلت الادب ومش عارف ايام حسنت له ليه بتنفي وجود دي وان انت بتحطني في مركب مش فاهم انبساطة ايام احنا لما خلصنا العارف الفيلم كان فيه واحدة عارفاك من تويتر اللي هو عادة نتكلم انت مكنش موجود وكان فيه واحدة عمالة بتقول اه جيمي وجيمي بس مشكلته ان الدارك كوميدي بتاعته انا بس بتعجبني اوي بس الناس ما بتعجبوش الناس بتفتكروا انه هو مريد شوية بس انا بحب اوي الكوميدي بتاعته فانا كنتم بقول لهم اه بس في مصر الناس مش فاهمي خالص والغريب ان احنا كنا لسه متكلمين انا وهي على تويتر من كام يوم انا اوصلا اول مرة انا افتكرتك تعرفها انا حد لسه ما تقابلتوش وكده تتعرفتو على بعض انا حتى موجودش عارف اسمها الحقيقة انا اصلا مش شواخد بالي من الهندل بتاعها بس هي حتى البروفيل بتاعتها كاركتر في مسلسل الكاركتر اسمها فيبي مش بتاعت فرينز فانا هي عملت قولي انا اللي قلت لك كده كده على تويتر قلت لك فقلت لك انا فيبي قلت لك ايه ده اين انت فيبي فيبي زا تخيل فيبي بتاعت فرينزو هي بدل بوفي بدل بوفي انا بتشبح ما يعني متلا اسمها فيبي بوفي فيبي بوفي اه بوفي اه مهم حسن ان الناس مش مهتم قوي ان هي تسمع عن عرض الفيلم فيه حاجة مهمة قوي انا مستني ان احنا نسجل عشان نحكيها لك اكي هي حاجة مش مهمة هي مش حاجة في حياتي اه اوكي حاجة في حياتي انا بس لا لا خالص بس هي ايه ده ايه ده ايه اللي حصل فيه كوميديان اسمه موزز موزز تورم اوكي ما عمش تعرفه او لا بس هو يعني he's one of my new favorites اوكي اه هو عمل ايه هو 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 معروف انه هو كل شوية يعمل كوميديا غريبة قوي على انستجرام او كده اه وبيعمل حاجات اللي لاي تبال برضو عادي بس ساعد بيجن فجأة فهو فجأة announced انه انه حيبقى the new bachelor في reality show بتاعة the bachelor فهو عادة فالناس قلوا ها 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 مش عمفقية وبتاع والكوماتس كلها ايه لها بلده مش عمفقية وهو اصلا منزل design the bachelor او يو هو لبس بدلة وحضت روز في بقه بتاع اوكي عملا انت حتتبسط قوي من نهاية القصة هتبسط بزيادة اوكي 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 ورلي ورلي المهم هو اه بقى كل شوية ينسل promos لل reality show وفعلا حاجات credible قوي ان هو مثلا في هليكوبتر ولبس بدلة ومعايا واحدة ومغطي وشعة وبيقول انا مغطي وشعة اشان الناس متعرفش مين اللي كسبت the last competition مثلا حاجات كده كتير وراح فعلا الساد بتاع the bachelor عشان هو بيت معين كده اوكي والتصوير حلو وناس من ناس من the bachelor's باستين اللي فات بيبعته ولو بيبعته ويقول له احنا we thought it was a prank احنا مبسوطين اوي ان انت we will get to see this side of you احنا كنا مرحب الكميدي بتاعك اوي ومبسوطين ان انت هتجرب حاجة جديدة وهو هو كل ردوده ان هو هو بيكلم كأنه كأنه بجد كأنه داعي يحصل بجد وبيعدي يقول thank you for supporting me my bachelor family ومش عارف اي وبتاعك واي حد في الكومنت سيقول له مثلا احنا فاكنا انت بتهزر هوا انت اكيد مش تعمل حاجات دي يوم هو يرد عليهم يجنور لهم بيقوله يرد عليهم يقول لهم I know it's weird but thank you for your support اوش 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 بيبريك كاركتر خالص ايو ايو ماشي وبينزل stories كتير اوي وهو على البحر وعاجات على جزيرة وعاجات كده كتير اوي وكل مرة يقام له وش وش واحد المهم هو فضل وهو بيعدي تاج الاكاون بتاع انستا قصة تولد اوي سيقصة حالة اوي يتاج الاكاون بتاع باتش لرو كده فانا هو هجد الجماعة هذا بيحصل بجد او او ميش حاجة كده او ميش حاجة ليل مجازينز المعروفة او او كايروسين كده لك وتاكلني وتاكلني نفسي مش عارف مناخيري وإيدي مش عارف ايه فكاير كان بينا في الارتكل ان موزستورم عنده ريفيرس كانيباليزم وبيحب بيحب يتاكل حلو وقوي عادي يعمل نهاية للموضوع ده في العالم حلو وقوي والبتاع جوت كانسل ومش عارف الفكرة بقى انا بقى انا كنت باشوف الكلام على مر اسابيع كل شي يطلع لي ستوري كده اشوف اقول ها مش عارف ايه فقلت انا عايز شوف ابعاد الموضوع ايه احب هو من الاول خالص كله شوية في الكابشن مثلا هو قاعد جنبه واحدة يقول ها this girl wants to eat يعد يدروب كده انه بيحب reverse cannibalism انا بحب الحاجات دي قوي بقى اه بكوريا غير طوائع ايه ايه كد انت ان انا احكي لك الكسة دي تفتكر ايه دي اللحظة للناس بتقفل فيه بودكاست تقول لا الحلقة دي مش كويس ليه يعني دي سيجمانتول بريكداون بريكداون بحب قوي الناس اللي بتاعيش في البرانك فترة طويلة اه والفكرة ان هو مش عارف بس هو دافنتلي دافنتلي جاله كل الفاروورس طبعا باتش رجوله ده اكيد جاله جنون عظمة ليه جاله جنون عظمة جاله جنون عظمة جاله جنون بس هيا دي كتحلقاتنا هيا دي كتحلقاتنا هيا دي هيا دي دلوقتي شورت and سويت زي داني ديفيتو وكده أنا ما سعي سأقول أنا ما عنديش حاجة أوي في ما عرفش حياتي عرف لما بس حلوة لا عشو عدية أوي عرف لها صورة صورة زرعة صورة زرعة وسمع مش زرعة فظيعة الزراء يعني صورة عرف الصور اللي بيصوروها يقول لك يا بص على جمال الشرقية مثلا مش مثلا مرسى مطرو مش حاجة جمال بص المانيا تحسنت ازاي هاشتاج this is Egypt اه بالزبط لا 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 مش للدرجة دي واحد من المانيا صحي الصبح وحاس ايدا ده بكتشريسك خالص هاخد صورة بس اي ما بتحبش المومنتز المومنتز الستيل في الحياة يعني اللي هو مفيش ولا اكسايتمنت قوي ولا حاجة ولا بتزهق دايما كنت رسا بأكسبلور الموضوع ده في نفسي دايما بحس ان انا عايز اعمل حاجة اه اعين كانت productive او اي حاجة اي حاجة باني خلص اعتقد production جزء منها بس عايز اكون بعمل حاجة يعني دايما عايز اعمل حاجة يعني فكرة ان انا حتى لو الحاجة ان انا معاملش حاجة بس اكون انا عارف ان انا مش هعمل حاجة ان انت اكتف دي اي ما بتعملش حاجة مش صدق ان انت هم بتعملش حاجة اي او اي انا ما بعرفش ان انا معاملش حاجة لازم اعمل حاجة which is very exhausting as i found out ودي بتخليني دايما انا حب ان انا بقى بقى بعمل حاجة وبقى في spot light وبتاع و وبعد كده لما بكون مش بقى اعمل حاجة ببتلي بقى افكار catastrophic كتير اوي الجيلي لو ايا لا واي هيمشوك بقى من الدنيا والشغل هيبوز وحياتك هتنتهي وحياتك كده يعني لو ما بعملش حاجة ده الثوتس اللي بتجيلي يعني انا holy crap يعني بس ده realization عن نفسي لسه عارفوا مبارح بس معينك انت اصلا كل حاجة دلوقتي كل حاجة كويسة يعني صحيح؟ يعني مش اصدي كل حاجة كويسة انا اصدي انه كل حاجة mundane يعني daily routines daily routines بس بقى يعني في حاجات في ال background يعني فيه projects ليه علاقة بالشغل اللي فيه حاجات ليه علاقة بال يعني لازم يكون فيه حاجة كده ام ام مش حاجة بس ده baseline يعني لازم اكون بعمل حاجة ده حاجة مكملة على طول عارفنا انا اتكلمنا على الحاجة اللي علاقة بيه كده هو productivity بس I think yours comes in bout مش حاجة ما انا ايه انا هي بتيجي اوقات ان انت تبحس ان انت عايز تproduيوس دلوقتي حاجة قوي ولا تبقى دايما برضو عايز تعمل حاجات اه لا انا دايما بقى عايز اعمل حاجة انا كنت مش بعمل اي حاجة لحد لما عملت الفيلم فقدراتي بقت فيه حاجة بس طب انت ايه عصلا ايه الستابل جاية هتنزله online وكده ولا مفيش انا طبعا مش عايز اتنزله online قوي عشان الناس بقى اللي هو ده شوائد ناس ما بيدحكوش ده ايه الاراف مش نتحمد اه نفسي يروح نتفلكس او شاهد او حاجة كده ده هدى فيه وانا ده نفسي برضو يحصل يعني نفسي يحصل او شايف انه فعلا لا تنسلوش online لحدا ما تشوف الستيميك سيرفزز انظامها الاول او يعني نفسي نفسي ده اللي نفسي حدي يقباله بس ما عندناش اي باور ونستريبيوتين فعد الوقت لو انت بتسمع وش أجال في نتفلكس او شاهد كلمنا الان بيو بيو مياو 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 هذا ملزيز اوله وفي كل المطارات غيره اللي هو الرجاء على الراكب صاحب تذكرة رقم 2422 التوجه الى بوابة رقم 37 مياو 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 ما فيش حاجة اقولها يعني انا مش عارف مش عارف ليه يعني بحس ان it's so rude ان احنا نعمل حلقة قلمة لا it's so rude ان الاудиينس او الفانس بتوعنا متوقعين ان احنا هنلاقي حاجات نقولها كل اسبوع اه او غلطتكم امه اما غلطتكم انتو ان انتو بتسمعوا الحلقة دي وفاكير ان احنا عندنا حاجة نقولها انا ملندناش حاجة نقولها ومش قدرين نعمل عشان كده حنسمع أغنية تمالي معاك لمدة 3 ساعات تحدك تعمل كده تحدك تحط تمالي معاك 3 ساعات لا مش 3 ساعات كتير على إيه صاحة بوديو بيبعتلي هو في حاجة الفايل بايز اول زي عمر دياب كان بيابلود معاك وفي نفس الوقت ده زي لما فيلم فيلم فلاي لما دخل جوال ماشين وهو دبانا فهتحاول لدبانك بقول لك يما تيجي نعمل آخر 30 دياب من الحلقة سكتة ونقول للناس ونقول ناس ايه لو نفسك تخلص الانت وتمديتات في نفس الوقت احنا موجودين عشانك عايش تستغل الماينين عايزة أنونس حاجة عايزة أنونس حاجة عايزة أنونس حاجة عايزة أنونس حاجة قل انت عمرك فهمت ايه هو موضوع بيتكوين ده يعني في حد قريبي يحاول يشرح ليه وانا حسنت اللي هو هو كأن مش حاير يعني هو عسنا يعني فيه حد كتب الغايبة يقول موضوع الماينينج اللي انا فهمته يعني انه هو كأنك مسلا عارف أنت لما تجيب فيديو مثلا ثلاث ثواني وهو مفروض لما بتفرج عليه كذا مرة هو خلاص already buffered فمش هيسحب نات ماشي فتخيل لهو كل مرة هيسحب نات بس هو شغال بقى في الباكراون انا بحس هو ده الماينينج انه هو حاجة ايو بعد الداة اللي بتعمل لها ماين ده بتوديها في عينبرا اللي ايه ما انت يو ماين داتا لا ما عرفش ما عرفش انا فهم انا فهم نو بي ماين داتا بس انا فعلا مش فهم انا بالنسبة لي البيتكوين كده زي البورصة بالظبط انا مش فهم اي حاجة يعني الموضوع game stop ده اللي اللي انا بدأني دلقيت انا مش فهم في اي حاجة حاولت وبتفرع على فيديوز وانا مش عارف انا ليه بتفرع على فيديوز يعني ان مثلا حقول اه لا ده انا invest بقى خمسين جنيه انا بقره قوي كمان لما يبقى فيه ناس مصريين معهم بيتكوين يا ده بي ديني يعني معنىش مش فهم انا عارف ناس عندهم بيتكوين كام بقى معهم كام والله انا عارف وانا فلاقرة انا اصلا معرفش اي اي او يقول لي مثلا البيتكوين دلوقتي زاد 0.001 وده معناه اي اي خمسين بليون دولار اللي هو لأي ما ايه اللي هي انتو بتعملوا ايه اصلا ليه الكونفرز نان الكونفرز ناني الكونفرزن مثلا ما بين الدولار والجنيه ايه ستة عشر جنيه خمسة عشر جنيه الكونفرزن واقعية اليورو مش عارف بعشرين جنيه يا رب enrollment البيتكوين بمليون جنيه البيتكوين الواحدة بالكرة الأرضية كلها بكليهتك اللي هو تب متقللوا اليونت شوية عشان نفهم احنا فين وقفين فين انا نفسي اكتش الويف بتاعت الحاجات دي بدري يعني الويف بتاعت الويف بتاعت والحاجات دي والكيو نات والحاجات دي نفسي يبقى لهو اول اتنين مثلا او اشترك في القول خالص عشان تاخد فلوس كتير عشان لا عشان ابقى بالنسبة لي او متبقاش في الاخر خالص بعد اما كله دخل في الشجرة اه بالزبط كده انا عارف واحد عمل كيو نات او مش اشترك في حاجة شبه كيو نات كده واكشيلي كسب فلوس يعني كسب عشرة تلاف جنيه ولا حاجة وبعدها انت سعرفهم انها يروح يحضر ميتنج بتاع كيو نات يا لهو يا الحزن حاجة تقرف او يعني هي اكشيلي ميدت وده عشرة تلاف جنيه ده كان من عشر سنة اتنشر سنة مثلا اتفقيته الساتشة بيه جديل يعني وهو كان صغير يعني في الكلية ولا حاجة فدكت ممكن يشتري بيهم دنيا سمير غين مسلا مش حاجة ممكن يشتري ايه سمكن تشتري ليه يعني اشمعنا اشمعنا غريبة غريبة او ده كانت سعرها زمن او ده كان الحكتين او حاجة انت او ده تعلم يا اما تحضر محاضرة في كيو نات يا اما تروح تشتري سمير غينم بس دنيا سمير غينم كان حاجة غريبة ان هو هيجبها البيت يعني عنها فين طبعا مش تبقى ساكشوال هتبقى لوه فرنشب عادية ومش سليف مسلا عشان محدش يزعن منه فهتبقى لوهو فيري ويرد بس عشان هي دنيا سمير غينم بتعمل كاراكترز كتير او يا اما هو كوميديان فنفسه يعطي يقول لها كل الشيالهو طب يعني هو بابا باكي يعني عنده الشغل كده مسلا او ده العذاب بتاع مني او ده حيعطي عذابك كل يوم كده اللي هو يعطي بس يماطل كده يعطي بس يلمح عمرهم بيبقى ضايرك اللي هو طب يعني باباكي انت باباكي ممسل صح باباكي بقى كوميديان صح اه حلو اصلا كنت بفكر اصلا كنت بفكر في حاجة كده اقول لك علي بكرة مش عارف كنت كدب كده سكريبت كده تلاتة سيزنز فكنت بفكر ابعتهوله السيزن بس 48 حلقة اه انامي مصري اه كتير اوي كتير اوي تلاتة سيزن سيزن واحدت عني 40 حلقة وحيبعت هلو وانتشوت يعني وحيبعت هلو بقول لك فيه فيه سيريز على نتفك اسمه لودد اه حلوة اوي تقييا ولا مش هتديني اي كنتكست مفيش اي كنتكست شوفها مش هتديني اي كنتكست لو عمري عرفتك تكتب حاجة في حياتي عايزة تكتب حاجة زي لي perfect balance مبين depth absurdity fun and absolute nonsense يعني ههو comedy يعني ولا اي comedy اي اوكي بس حلوين loaded اه اوكي عن اربعة بريتش هل تكترح ولي اي انا الوعدي ولا البردو للا بيسمعونا وفي حد بيسمعونا اي ده مما كنا منولي قبل اه اللي هي اللي 10,000 جنيه اه فراح سرفها في البتاعة لا شيء يعني راح سرفها في الميتينج ده بس هي الفكرة ان انا لما لما كنت قاد بحاولها بحاولها بفهم موضوع البيتكوين ده مع قريبي ده الفكرة ان هو زي برضو كيو نت اللي هو اه ماشي هي مش نصبوية بس في نفس الوقت محتاجة social interaction ان انت تدخل ناس تانيين انا مش عايزة تعمل مع حد اه 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 معتمد على networking قوي وتبقى عندك social skills انا عندي social skills بس مش عايزة استعملها في حاجة مش عايزة استعملها ممكن تستعملها قدام وحد بيجيب لك بيتزة مثلا حد بيعمل او مثلا لو مقبوض علي اما احنا بنفكر ندخل اعلانات في البودكاست فده اول اعلان الزبادي اه اول اعلان لبيتكوين اه لا 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 كنت فكر نحط اكشوال اعلان اه اعلان جيب اعلانات من السبعين اعلان نحط اعلان شويبس بسنة 1700 كنتش في تلفزيون ولا كاميرا ساعتها ولا مية اه كنت عايزة لك ايه دايما بفكر اه ان انا لو اتقبض علي بحس لا اه اكتر حاجة مرعبة في العالم ما انا عارف ان انت بالنسبة لك السجن ده مصيبة هو اكيد بالنسبة لها اي حد مصيبة لا لا مش مصيبة لا انا انا اي نوع ايل سيرفايفت لا مش مصيبة انا بس انا حس ان هو هيحصل ده مشكلتي اه انا دايما حس ان انا هيتقبض علي مش عارف لي دايما بحس ان انا لو اتقبض علي حيشكو فيه اكتر عشان انا هبقى هيدي اوي عشان دايما في افلامه كده يقوله اه ده هيدي يبقى اكيد هو اللي عملها لا 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 انت انت اساسا هت انا بخاف عاية يعني بخاف ان انا بقيت لا انا بحس ان انا عارف زمان كنت باكل سندويتش هوت دوغ عشان لان انا محبش فيلم اه مصرحيت اشاهد ما شفش حاجة عشان بحس ان لو حد عارف بالزبط هو ايه اللي حصل في اليوم هشك فيه ولو حد مش عارف اي حاجة برضه هشك فيه تمانطو ايه الدروسي مستفيدة من اشاهد ما شفش حاجة انا لعد الوقت مش عارف ما يسفني لك شيء ايه يليس فني لك شيء بس انا برضو مش اهجني هوفن بس انا بس هقول لك هقول لك على التفق ساري هقطع هقول هقول والله انت كنت بستقرب ان هو في الاخر يا معفل ان هو بقى متعقد لدرجة ان هو بقى بيفتح الدفتر بتاعه الكبير ده ويقول الساعة كذا مش عارف ايه شرابت مش عارف ايه ولا هو هو انا اصلا لو بعمل كده من الاول هو انا هيشك فيه قوي ان انا اكيد عملته مصيبة ومخبيها بالدفتر ده ايه 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 فريم اوستك بتعاستولي كنت عايزة اقول ان انا اخر مرة اتقفت وحشا بصراحة لو عايزين تدعي انا سمعك انا سمع انا سمعك معايك 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 انا سمع معايك انا سمعك ايه 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 اقول اقول انا انا بدي اقول لك جاءت لك بحظ ايش خلاص خلاص يوم 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 انا بدي بدي او ان اخر مرة اتقفشت مثلا في حاجة كانت زمان قوي وقت المدرسة مثلا وده وقت ان انت تتقفش ان انت بتتكلم بتاعك و بتعمل حاجة غراب وانت كان ممكن مثلا و تتأسف بس عشان تعايل كانت سكين انت تعايت انت نفسك ان دي حاجة تبقى موجودة دلوقتي؟ لا انا انا مش بتقفش يعني بقالي كتير وده مرعيبني حاسنها هتقفش و هتعايت هترجع على الوحيدة اللي تستعملتك الحياة يعني لان هو ده يعني ده السكريبت اللي في مخي ده البلو برينت اللي في مخي ان انت لما تتقفش هتتكلم شوية وبعد كده هتغلب على ما شعر الحزن فهتعايت فمش عايزة بقى لو والله بدأ اللي عتلت ساوسا يعني مش عايزة عمل كده انا مش عارفة انا اعتبر اتقفشت قبل كده في حاجة شعير لا كنت بتقفش في حاجات كتير قوي ممكن لو انا بغش ولا لا عملي بتقفشت انا بغش دايما حد بي يعني انا اكيد غشيت في متحانات بس دايما بتقفش كام مرة تقفشت ولا كام مرة غشيت كام مرة غشيت انا عندي عندي كود زي المافيا كده عندي كود ان انا ما بغشش من بن قدمين بتغش من الدنيا بغش من اجاب حاجات اغش منه عشان ما بحبش اغشش حد اه اوكي اذا تخلف يعني انا كنت العوة انا مش عايز ايخد سيئات قوي بس انا عارف ان انا عارف سيئات النارد اه اوكي فاهم اصدق واخدها لوحدي محنش يخدها مني يعني انا كنت مثلا يعني انا مثلا ادخل مثلا اعجبني انا دلوقتي بص رح تكنيكس اللي هو ازايد غش يعني مثلا كان فيه practical exam بتاع فيزيكس مثلا في الكلية فانا مش قادر احفظ الرولز بس انا عارف ان انا لما اقف عند الاكسبريمنت دي حعمل الرول كذا فانا كتبت على ورقة صغيرة اوي الرولز وحطت كل 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 رولز حطتهم في جيب معين انا اللي علي احفظه اني رول فاني جيب اوكي اوكي فانا اولو مشوف الاكسبريمنت دي اقوم نطلع على ورقة كده وافتحها بسرعة بص على الرول اقوم حدف الورقة في ايه حت ميش بس فانا انا التكنيكس بناتي كده او عمل تبو لو انتقبعد لما حدفتها نسيتها لا ما انا ماشغلية بقى ايه بحلوة اوي لو لا 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 ممكن في نواع صغير اوي الان تكنت تستخدم عمل تشكس قوي انا غشيت مرتين مثلا في حياتي او 3 مرات في حياتي بس من كتر ما انا سالف وما ينفعش ان انا غش كنت بعدين بغش بقول يا ابيس مش غش عادي ايه بعده انت غشت متقوليا بده مش غش عادي يا ابي بده كان عادي اه طابة كناها نفسك بده مش غش بده مش غش ؟ حاجه حصلت مرة بده مش غش انوي حاجة تختلفة عادي رحت شفت من حد الإجابة وعرفتها فتحت قدت الكنترول واخدت الإجابات عادي بصيت في ورد زميلي قلت له لو سمحت هيئي الإجابة دي قلت له لو سمحت مرة فيها تخلف معاه في اللجنة ما كانتش عارف كنت أنا هو عايز يغش فأنا عبغششه فيه ساعات كان فيه فلوكس كده عشانا كنا في اي جيف فإحنا ندرس عربي خلص باللي انتوا شايفينه ده فاللي بتعدي كنا هارجلت غش فأنا بس بس أنا برضه ما بحبش الغشام الناس كانت بتقف وتروح الورق بعض مش عارف ايه والمرقبين مش فرقلهم بس أنا ما بعرفش بقى فالجر برضه في الحاجات دي فالهو بلف الورقة بالراحة وكده الواقعة صعبة أم حتى أمرزع ايده على المكتب بتاعي كده وكرمش الورقة بتاعتي وحطها على مكتبه خلي يا عم ما تجيب يا عم سبك بحي تسبك والا هو المشكلة اللي يجي الواحد كان دايما بيحب الراقي بأنظيف مرتب يعني تفهمش بيودوه بقى لا أنا أصلا عندي عندي قادة ان أنا بحب الورقات بأنظيفة من هنا زايرة كنت عدد أستعمل ألوان بقى و جليتر وتسترها سترين من جنب وحط وحط رسبولي ميت مش صدر أن أنا في التاريخ بيتهاي خلاص هتبقى حاجة مزبتة الميانة أنا كنت بستعمل جليتر اللي هي الألماء اللي فيها جليتر اللي هي بتلمى يا نهر ايه سويد أنا ما كنت بستعمله ما أعمل جاية as a mother fuck ما أعمل جاية like you لا واستعمل التايتلز بالأخطر وال وال هي بتحتها السطرين طب سأني كنت بتعمل السطرين اللي هم بالعرض دول هو فيه واحد أطول من التاني شوية آه فهم أصدق لا هو الفاصل يعني كده كان هادي النهاية كنت عاد كان كل شيء بيجيلي مومنتس قادة غير الدزاين بس كنت بحب أخليه كنت بديه أو إن في آخر السنة يبقوا المدرسين عارفين إن أنا كراستي حلوي فياخدوها يعني أنا أعمل كل الشهلة ده عشان تبس تبقوا له هو آي كان عندنا محمد سنة 24 كان كراسته حيلة أنا عايز أسروه بتاعش بتاعش بس المهم فيه عايزين نقوله هو إنه في إبسود فيريفاف 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 إذا كان الرقم إذا أخدش فهم حلق رقم 55 عشان لو لو أنت مشوا يجي عشان لو إيه حلق رقم كام إيه فيريفاف إن وهم في حرقة فيريفاف أو لو في حد فيك أو ميوزيشن أحب المزيكة أو مش بيحب المزيكة إذا أنا بسمع مزيكة لو حد ميوزيشن بيلعب مزيكة سواء إنسترومنتل سواء بيغني بقى اللي هو لي زمن كونينا عايزي هل فيه فوكالز بس لا لا ممكن يعني لو عايز حدي وحد بيعمل حاجات إنسترومنتل أو حدي بيعمل إنسترومنتل بلاس فوكالز لوحده أو فوكالز على مزيكة كاريوكي أو أو فوكالز على مزيكة هو عملها أو مثلا تيلور سويفت بتساعد أو أي حاجة حاجات دي العادية يعني نحن نقوم أكتر أغني عقبانا سواء بقى مزيكة نحن عايزين نحن عايزين نحن عايزين نحن عايزين نعمل لكم أوبن مايك فور ميزيك مش فور بيبي كوالا فدا إتس أوبن مايك فور ميزيك ومش ندور على أغاني درام رولز بيك رولز ما تعملوش السجمت بتاعتنا نحن مش عايزين نضحك نحن عايزين لا لا ما عنديش أي حاجة مش قصدي أنا قصدي إنه هو عشان أنا حسس إنه هو حيب إيه دي فور صوتنا إنه إحنا نضحكهم أنا مش عايزين مش رألنا إحنا نحن عايزين لا لا يخليهم يضحكون إحنا نلاقيين حد لاقي حد لاقي حد لاقي المهم لو حاسين إنه إنتوا بارعين حلقة في رفع في با مرفع بعتولنا المزيكة بتاعتكو بعتولنا من دلوقتي على الإيميل اللي هيبانة على على الشاشة على أوردكو على أوردكو فهتبصوا في المرايا حيكون مقلوب صوروا المرايا وعملوا invert للصورة في الأدتينج وبعد كده عملوا save وبعتوها لنفسكم عشان تشوفوا الإيميل نايس الإيميل اللي هو kuala jfsandwich at gmail.com والjf اللي هو جيمي فاروق جي مش جي 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 مش جي وإنه اللي هيبعت لنا مزيكة هيبقى kuala yyop ولا فاعم مرفاقز ام يس بعتونا مزيكة باي ايه دي خلاص كده اه تخير لو ايه دي نهاتل انا مش عارفت ليه قلت باي كأنك عارفت لما الكرتونات بيطلعوا برا الباب بس بيخرموا الباب باي باي بس اه باش شكرا ان انتم تسمعونا يس احنا بنحبوكو جدا 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 اكتبوا لنا تحت ايه اكبر مخاوفكو تحت فين لو تساكنتو تحت في الكومنز يعني وفي ايه زفت على وشوشكو نعم نبقى ماشي اه الدنيا برد والدنيا سيما كان مثلا لما الدنيا بيكون برد بيكون فيه ناس بيحتاجوا charity don't stop donating to charity charity هاتنا عاجات بسيطة any charity you like احنا مش بن advertise اي special charity مجيبوش بطاطين يعني كنت لسه حاليا هاولك هو انت اللي عندك الجوب بتاعة البطاطين اه بحب جوب بتاعة البطاطين كل شي تبناها نجيب بطاطين اكيد الناس عندها وفرق يعني اكيد فيه ناس ما عندهاش بطاطين خالص وفيه ناس عندها ككير اه 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 اي عشرين بطنية مش بيعرفوا يبعوها طبعا للناس اللي هم عندهمش بطاطين انشان الناس عندهمش بطاطين ما همش فلوس اه try to do something of meaning to those people charity is good always donate to charity please اولينا we don't need money man we need cash we need cash charity is important الحالا دي عابي اسمعها يبعو الحالا دي عابي اسمعها charity is important اه 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 ايش يبعو ايش يبعو ايش يبعو وايش ايش يبعو